تعود التحركات من جديد على العملات المشفرة بأنواعها كنا شهدنا حركة خلال الفترة القليلة الماضية ولكن ليست بشدة التقالبات التي شهدناها في تحديدا إبريل من الشهر من الأشهر الماضية ولكن بالنسبة لآخر التطورات فيما يخص هذه العملات والتشريعات الأمريكية التي كانت مقترحة خلال الفترة الماضية التشريعات كانت موافقة بين الحزبين الديمقراطي وكذلك الجمهوري على فرض قواعد صارمة جديدة على هذه أعمليات التشفير والمستثمرين في العملات المشفرة تحديدا الإبلاغ عن معاملات التشفير فوق العشرة ألاف دولار كانت هذه الخطوة ضمن الخطة الخاصة بالبنية التحتية التي تم إقرارها من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الفترة الماضية ولكن بالنسبة لهذه الآخر تطورات كانت فرض الضرائب على عمال المناجم فيما يخص عمليات التعدين وغيرها الخاصة بهذه العملات ومطوري الأجهزة والبرامج الهدف من هذه الضرائب أو دفع الضرائب التي تم الإعلان عنها السابقا هي إرادة ضريبية إضافية ضمن هذه الخطة تريليونية في حدود 28 مليار دولار من قبل هذه الضرائب كنا شهدنا كذلك بالنسبة لآخر التطورات بما يخص الخزانة الأمريكية جانت يالن قالت بأنها ليست ضد هذه الإجراءات ما دام هذه الإجراءات تخفف من التهرب الداربي ولكن من قبل مجلس الشيوخ تم فرض اقتراح يرفض هذا الاقتراح ولم يتم تمريره وذلك بسبب بعض التدعيات التي شهدناها واعتراض كبير تحديدا من بعض من يدعم هذه العملات كنا شهدنا تصريحات لرئيس تيسلا وكذلك حتى رئيس بالنسبة لتويتر والذي قالوا بأنها سوف تحد من الابتكار داخل الولايات المتحدة الأمريكية شهدنا إيلون ماسك الذي قال من أنهم من المتوقع أن تعود تيسلا لقبول الشراء بالبيتكوين خلال الفترة المقبلة ولكن انتحدثنا عن آخر التحركات على هذه العملات نحدث عن البيتكوين أكبر عملة من حيث القيمة السوقية مقارنة مع العملات الأخرى التي وصلت قيمتها السوقية إلى ثمانمائة مليار سبع وخمسين مليار دولار بعد أن تجاوزت تريليون دولار سابقا تحديدا عند وصولها إلى ذروة ما فوق الأربعة وستين ألف دولار تجاوزت تريليون دولار أن ذاك القيمة السوقية الخاصة بالبيتكوين فقط ولكن انتحدثنا عن التحركات بشكل عام منذ بداية العام وصلت إلى حدود الخمسين في ألمئة الارتفاعات كنا قلصناها بعد التراجع الحاد من القمة الذي وصل له ثلاثين في ألمئة التراجعات إلى غاية العودة إلى هذه المستويات ما فوق مستويات الأربعين ألف دولار والآن البيتكوين مستقرة فوق الستة وأربعين ألف دولار بعد هذه التشريعات والدعم الذي تشهده حاليا نتحدث عن ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية الإثيريوم التي وصلت قيمتها السوقية إلى ثلاثمائة وسبعين مليار دولار كذلك الارتفاعات كانت أقوى مقارنة مع البيتكوين والارتفاعات قفزة كانت شهدناها خلال شهر مايو أو شهر إبريل الماضي وصلت الارتفاعات إلى أكثر من ثلاثمائة في ألمئة منذ بداية هذا العام والتراجعات منذ القمة أي في حدود ثلاثتلاف وأربعمائة أو أربعة ألاف وخمسمائة دولار هذه القمة الذي وصلها الإثيريوم تراجعت في حدود ثلاثين في ألمئة لتصل إلى والآن تعود إلى مستويات ثلاثتلاف ومائتي دولار هذه المستويات هي الأعلى منذ مايو التي تعود الآن الحركة من جديد والدخول على هذه العملات ولكن انتحدثنا الآن تحديدا فقط على البيتكوين الذي لامس متوسط المئتي يوم نتحدث عن تجاوز الموفينج أفريج بالنسبة للبيتكوين خلال أو منذ بداية العام هذا الخط البياني الأحمر الذي يشير إلى هذا الارتفاع المستمر وبطبيعة الحال في التحليل بالنسبة لتحركات على العملات المشفرة هذا الارتفاع ووصول الموفينج أفريج بالنسبة للبيتكوين يشير إلى أنها لديها مزيد من الارتفاعات خلال الفترة الماضية مقبلة أفضل مقبلة أفضل